طبيعة واعرة في هذه البادية الغفزة ناحية التونات كل شيء خضر كي يغريب النزول والأم سريع الذي يخطر عينه ويرتاح يمشي لتماك في هذا الربيع كل شيء موجود الربيع والطبيعة وخيالة الله وأكيد ما غاديش عفوني يندم وهو كي يشوف المناظر الخلابة حتى هما بجوش وخاولة البلاد بغوي سريع عينيهم ويتمتع بجمالية طبيعة المنطقة وقد لبست الأخضر لداءه الخضرية في كل بلصة وأشجار اللوز من وراءه وذيك ديال الزيتون والكرموس مشعشعة لما جاري في الواد والطيور كتغرض والشميسة ومعها كتحلن نزه وكان قريب من قرية عين باردة البعيدة ومشي كيلومترات قليلة على المركز غفصي كانوا مضلين طلقين عينيهم كيتسريوهم الجلسة كانت تغريب كل شيء وحتى حد ما كراه يقلس ديك الجلسة الرائعة المنعيشة للجسد ونفسية الإنسان واحد فيهم مزوج وعنده وجوج وليدته والتاني ما زال عزي على باب الله كانوا صحاب وخط طبع ديالهم مختلفة كما السلوك ديالهم خاصة أن واحد منهم كان عصبي وكيتقلق على أي شيء وزيدون عنده صوابق وسبق له تخلي الحبس جحال هدي وخمت قربين في السن كل واحد فيهم كان عنده خصال خاصة به حتى واحد ما كيشبه لآخر وخجمعتهم ديك الجلسة زوين على بعد دقائق قليلة من صلاة عصرية ومن الجمعة 11 أبريل 2019 في ديك الكودية القريبة من واحد الحانوت بدوار باب تلبير بجوجهم بليين كيكميوا وهذا هو السبب اللي نغس عليهم ديك الجلسة وحولها إلى مأتم واحد فيهم ضيع البريكات للأخر اللي ألح عليه يجيبها ليه من السمولة للأرض مقبل حتى بشي حل آخر وخاخله ومشجب لها ربعات البريكات من الحانوت باش يسكتوه تهنا مستعو ديك الكود للعصابي ما بغاش يبرد وركب راسو ما بغاش تبرد ليه كيفاش تضيع منه البريكات زوينة ومن ديكوريا والأخر ما نواش يخرج من صاحبه هاد العجب كله وخاع عارف وعنيف وكي يضرب الأتفه لأسباب وهذا الشي اللي يقع في ديك النهار تقلق بزاف حيث هانوا من اللي يجاب له البريكات أو هكذا ظن البريكات كانت السبب في الخلاف ديالهم بعد ما كانوا سمن على عسل وهما كيكميوا مستمتعين وينفتوا دخان الصجائر والطبيعة جميلة قدامهم في جلسة رومانسية عكرت الصفو ديالها خلافهما بجوج لسبب تافه ما قدرش فيهم ديك المعصب العنيف من صاحبه القديمة بينتهم وخاكه يختلفه في الطبع والسلوك إصراره على استرجاع البريكة زاد من حدة غضبه قبل ما يتبادل مع الصديق دياله السب ويتلاسنه ويجبد واحد لموس ضربوه به ضربة واحدة جاتوا فرج لهم جهة الخلف كانت كافية باش يتصب نازيف دموي ويتحق دامه دودة في لحظة ما نفعوش في هالنادم السيد مات وهو جرع لقد جهدو هرب من صرح الجريمة كان خايف وهو كيشوف الناس كتجمع حدة ضحية في العقد الرابع دياله وهو كيموت بعد ما سمعوا الغوات دياله من اللي كانوا خارجين من الجامعة بعد ما لسلوا صلاة العصر الناس خبروا جهة ضربية ديالغفساي اللي يجاوا عينه جتة قبل ما تديها لابيلانس لمشتفى الغساني بفاس باش يشرحوها بإناء على أوامل الواكل العام أما الجاني فمشى الواحد الواد قريب ويتخبى قبل ما يقبطوا جهة ضربية بعد جس ويعفق اشتركوا في القناة